حزب تجار الاثار والمخدرات زمان الحزب الوطني كان حزب الناس اللي بتاخد قرود كان حزب القرود ونواب القرود زمان ايام مبارك كان مشهور عن الحزب الوطني انه عنده نواب خده قرود كتيره من بينوك وخلعه لكن دلوقتي مؤشرات كتيره في مصر بتأكدلك ان النظام الفاسد واللي حواليه فاسدين حتى اجبر حزب سياسي هو اخترعه وهو حزب مستقبل وطن ونوابه في البرلمان يبدو انهم بيتجروا في الاثار رئيس البرلمان المصشار حنفي جبالي رافض يرفع عنهم الحصانة مقابل عدم انتقاد الحكومة العربي الجديد انتقادات اتهامات لنواب مستقبل وطن بالاتجار في الاثار ده اللي نشره العربي الجديد هي اللي بتقول كده مش انا اللي بقول تشهد اروقة حزب مستقبل وطن الحائز على الاغلبية في البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ ازمة مكتومة بسبب الاتهامات التي تلاحق بعض النواب بشأن الاتجار في المقدرات والاثار ومحاولات احتوائها بعيدا عن اجهزة النيابة والقضاء بعد ان وصل صداها الى الاعلام في الاونة الاخيرة وقالت مصادر حزبية وبرلمانية مصرية للعربي الجديد ان رئيس مجلس النواب حنفي جبالي اجتمع مع عدد من قيادات حزب الاغلبية في المجلس اخيرا وطالبهم بابعاد مجموعة من النواب الذين تحيط بهم الشبهات عن المشهد النيابي وعدم ظهورهم في وسائل اعلام نهائيا وذلك لحين انتهاء الفصل التشريعي الحالي يعني ووفقا للمصادر اشترت جبالي عدم تقدم اي من هؤلاء النواب باسئلة او طلبات احاطة او بيانات عاجلة ضد الحكومة ووزراءها او اثارة الازمات في الجلسات العامة للبرلمان او لجانه النوعية فضلا عن عدم ترشحهم لعضوية المجلس في الانتخابات المغبلة في مقابل استمرار تمتعهم بالحصانة فيما تبقى من الفصل التشريعي يعني سيب وانا سيب سيبوا وما تتكلموش في حاجة وانا اترمخ عليكم وحنا في الجباية ده كريس محكمة حاجات كبيرة يعني طب مين هم النواب دول اللي متورطين في تهم التجارة في الاصار اللي من ضمنهم علاء عابد وانا بقولك اهو علاء عابد عنده مكتب ورا جامع مصطفى محمود اللي عايز يخلص اي قضية يروح يكايته ملايين وعلاء يتولى انه هو يخلصه القضية انا بقولك وسدقني انت حر عايز سدق انت حر مش عايز سدق برضو انت حر علاء عابد رئيس لجنة اللي مراته مخواتم دي اللي مراته كتعاملة قبل ان تحاسبوا الحاجات اللي هي اياها دي ده رئيس لجنة النقل والموصلات زوج الاعلامية خواتم باسم واهبة نواب متهمون بتجارة الاصار افادت المصادر بان خمسة من اعضاء مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن وردت اسمعهم في بلاغات وتحقيقات متعلقة بالاتجار في المخدرات والاثار ومن بينهم النائب عن دائرة حلوان في القاهرة عيد حماد الذي قدم اخيرا اعتذارا مكتوبا الى وزارة الداخلية وزير الداخلية محمود توفيق عما بدر منه بشأن التعدي على كمين امني في مدينة 15 مايو بسبب ضبط سائقه الشخصي وبحوزاته كمية كبيرة من مخدر الحشيش واسلحة نارية واوضحت المصادر نفسها ان من هؤلاء النواب رئيس لجنة النقل والموصلات في البرلمان النائب علاء عابد الذي ابعد عن رئاسة لجنة حقوق الانسان التي شغلها في الفصل التشريعي السابق وعابد هو زوج الاعلامية المعروفة باسمه وهبة وضابط شرطة متقاعد سبق اتهامه في قضايا تعزيم والاستلاء على مضبوطات اثار وقت ان كان رئيس لوحدة المباحث في اسم الاهرام بالجيزة علاء عابد اللي بقولك مكتبه عند مصطفى جامع مصطفى محمود اللي عنده حاجة ومزنوق فيها قضية مشكلة يروح لعلاق عابد يدفع وعلاق يخلصانه وتطلع مراته وتقولك الوطنية انتو مين انتو يعني من الاخر الولاء مقابل الفساد وعلى فكرة دي مش اول مرة يتسطر البرلمان على نواب متهمين خصوصا من حزب مستقبل وطن ومش تجارف الاثار بس لا سيادتك فيه اكتر من كده في تجارف المخدرات كمان قبل اسبوع مسكه النائب ده بتاع 15 مايو ده وكان معاك السواق بتاعه كمية كبيرة من المخدرات والدولارات ولما الزابط جايس قال فالسواق قاله دي عربية فلان بيه مستقبل وطن وعدو برلمان راح مطلع التبانجة بتاعته ودرب طلقات في الهواء وقال للزابط لو فتحت بؤك هضربك هتكونت طلقة في صدرك في الكمين وحاول انه يهرب العربية والنهاردة بيقولك ههو قدم بس اعتذار لي محمود توفيق وغزير الداخلية حد سمع فيكو عن تحقيقات حصلت في القصة دي مش يحصل مش يحصل لاني النائب ده بتاع 15 مايو هو نائب عن مستقبل وطن ومرفوع رافض حنف جبال يرفع عنه الحصانة واكتفى بس بانه يقدم اعتذار لوزير الداخلية لانه النائب ده طالع يسوي الموضوع بكلمتين شكر اعتذار لوزير الداخلية وشكر لسيادة النائب العام حمد الصوي اللي نشر ثلاث بيانات فحادست منا شلبي ثلاث بيانات وتم نشر الباسبور بتاع منا شلبي بس مع النائب ده حتش تتشر حاجة خالص نائب حلوان اسمه عيد حمد اهو انت ازاي تاخد عشر تلاف جنيه اه من العربية انا عايز العشر تلاف جنيه اللي انت اخدتهم زابط متخرج من كلية الشرطة عايز عشر تلاف جنيه زابط مرتشي بياخد عشر تلاف جنيه من الراجل ده لما تقبض عليه لما تكلم في كمين خمساشر مايو لما راح بيته بقى وجه اعتذار لوزير الداخلية وكل الزباط ومش عارف ايه بتوع الكمين عما بدره في كمين خمساشر مايو ليس من معلقون ان يكون هذا التصرف ورد جميل للشرطة المصرية الساهرة على حماية مصر والامن الداخلي ده لما راح بيته لما وقف في الكمين ضرب نار في الهواء وقال له اطلعك جاية فرسدرك وقال له انت ازاي هستخد مني عشر تلاف جنيه والعرمية مليانة مخدرات ومليانة اسلحة نهرية لما راح البيت تقال له اكتب اعتذار لوزير الداخلية وكتب الاعتذار وشك للموضوع خلص على كده ومش مخدرات واثار بس ده فيه كمان رشاوة زي الخبر اللي كان في اكتوبر سنة واحد وعشرين البرلمان المصري رفض يرفع الحصانة عن نائب ضبطة متلبسا برشوة نائب الضبط متلبس برشوة هي دي دولة القانون هي دي دولة القانون في عائل السيس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر